زهقانة وحرانة ومش عاوزة تقفي في المطبخ كتير عاوزة تعملي وصفة غدا سهلة وسريعة والأهم من كده انها تكون لذيذة وترديهم تعالي اقولك ازاي نعمل النهاردة اكل مطاعم في البيت في 10 دقايق اسرع وقبت غدا وكلها في طوصة واحدة سهلة وسريعة والأهم من كده انها في منتهى اللذيذة يلا بينا نشوف المقادير والطريقة لكن لو حستي انك استفدتي اتمنى تدعميني بلايك وتعملي شير للفيديو مع اهلك واصحابك اول حاجة عندي طبق مشروم فريش الوزن الطبق ده 20 جرام انا هبريكو دلوقتي ازاي بنقشر المشروم طبعا المشروم ما بتغسلش بس تقدري تقشريه علشان تتخلصي من اي شوائب موجودة فيه اول حاجة بترفي السكينة ببتدي ان انا نمسك قشر المشروم بالطريقة دي سكينة الفيعة وتكوني حذرة جدا لان المشروم بيكون حساس قوي ويعني لو ما شدتيش القشرة او او غواطي جامد بالسكينة هتقطعيه تمام؟ الطريقة التانية انك هتمسكي برضو المشروم وتبدأي تقشريه بايدك من جوة لبرة بالشكل ده بنفس طريقة السكينة بس هستخدم ايدي المرادي الطريقة التالتة ان انا هستخدم فوطة تكون وضيفة وابتدي ان انا امسك الفوطة بالراحة خالص وقشر المشروم بالراحة جدا خد بالك زي ما قلت لك المشروم حساس مجرد اصلا ما بتمسك الفوطة وتمشيها بالراحة عليه بيبتدي قشر المشروم لوحده احنا كده قشرنا المشروم كله هنبتدي دلوقتي نقطعه الشرايح بالشكل ده لو حستي ان العيدان بتاعته طويلة شوية ممكن تأثريها عندي كيلو من البنية بقطع السدر الواحد لتلات شرايح السمك بتاعها مظبوطني يعني مش تغين قوي مش رفيع قوي ممكن تسيب السدر زي ما هو ممكن تقطعيه شراحتين بس زي ما تحبي عندي بقى طاصة او جرل اي حاجة زي ما انت عاوزة نزلت بمعلاقة كبيرة من الزبدة وعليها معلقتين من الزيت علشان الزبدة ما تتحرقش بوزع الزبدة كويس والزيت في قلب الطاصة او الصينية اللي هشتغل بيها واول ما تسخن كويس جدا ولازم تكون سخنة كفاية بنزل بشراح الفراخ عشان تتصدم وتتشمع كده وتقفل المسان بتاعتها وتبقى جوسي انا عاوزة الفراخ تستوي كويس وتبقى جوسي مش منزلها العسرة بتاعتها لو عندك بقى روزماري فش انا بحب حط عقودين من الروزماري ببتدي ابوهر الفراخ رشة ملح ورشة فلفل اسود ورشة كمان من البابريكا اول ما الفراخ بتاعتي بقى تتشمع وتاخد لون من تحت ببتدي قلبها على الجهة التانية انصحي كنت بتعملي البيكاتة عمليها في الصينية ما تكونش جريل يعني عشان هتضيق شوية وانت بتعملي الصوص بتاع البشاميل بعد كده ببتدي ابوهرها من الجهة التانية بنفس البهارات ملح وفلفل اسود وبابريكا واول ما الفراخ بتاعتي تستوي كويس جدا بشيل الفراخ من الطوصة وبكمل بقية الفراخ اللي عندي انا عملت دور تاني فانا ما صبرتوش عشان بس ما بقاش الفيديو طويل عليكم بعد ما الفراخ بتستوي باشيلها تماما وفي نفس الطوصة وهي سخنة بنزل ببصلاية صغيرة متقطعة قطعة صغيرة وعندي فصين طوم برضو قطعهم شرايح بنزل بيهم وببتدي قلب لحد ما البصل والطوم يتشوح مع بعضه انا ما بحمرش البصل بس بديله تشويحة كده اول ما البصل يتشوح للمادة الدهنية بسرعة فانا بضيف له معلقة كبيرة كمان من الزبدة ببتدي ان انا قلب المشروع مع البصل وبديله رشة ملح ورشة فلفل اسود ورشة من البابريكا بسيبه وقق كده مع نفسه لمدة 7 دقايق او 8 دقايق لحد ما يستويه كويس وبعد كده المفروض ان انا نزل عليه بمعلقة دي لو انا مستخدمة طوصة عادية مش جريل خدوا بالكو علشان انا معرفتش انزل بديه الاول لان الجريل الخطوط بتاعته دي هيختفي جوه الخطوط دي وهيعمل كلكيع والصوص مش هيبقى ناعم فانا نزلت الاول بالكريمة او بالحليب لو هتعملي بالحليب يعني انا لو هعمل حليب مش هستخدم كريم الطاهي هنزل هنا بكوباية حليب وبعد كده بقلبه كويس مع بعضه بالشكل ده سواء هستخدم كريم الطاهي او حليب ومجهزة كوباية واخدى فيها ربع كوباية حليب تانية وقلبت فيها معلقة دقيق وانزلت بيها على الصوص ده الصوص بتاعي بدأ يتقل من غير ما يكلكع زي ما قلتلك لو هتستخدمي طاعة عادية مش جريل تقدر تحط دي الاول وبعد كده الحليب انا هنا ضفت كمان نص كوباية من الكريمة فاصبح كمية الكريمة اللي استخدمتها كوباية ونص لو هتستخدمي حليب استخدمي كوبايتين حليب ومعلاقة كبيرة من الدقيق اول ما الصوص بتاعي يغلي كده بقوم نزلها بقطع الفراخ وبقلبها جوه الصوص بحط كمان عيدان الروزماري اللي انا شلتها والعصارة اللي تمزل من الفراخ كوه الطبق بنزل بيها كمان على الفراخ او على البكاتة عاوز اقول لكم ان الريحة هنا خطيرة جدا وطعم والشكل لا يقوم بصراحة يعني وصفة طحفة جدا بتتاكل بره بمبلغ كبير قوي لكن هي بتتعامل في البيت بمنتهى سهولة والبساطة وحقيقة اللي بتتعامل في البيت بتكون احلى والازب كتير من اللي بتتاكل بره قديميها بقى مع الرز الابيض او مع المكارونا الفوتشيني الفراخ جوسي جدا ودايبة والصوص في منتهى اللازازة والجميل الصوص ده حلو جدا جدا جربت اعملي الفراخ بطريقة النهار ده وحقيقي حقيقي مش هتاكلوها مبرة تاني قبل